اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قادم ابقى اشتركوا في القناة أزرق أحمر أزرق أصفر أسود طبعاً حسب ترتيب كل ماكينة موجودة عندك طبعاً كل ماكينة لها ترتيب معين لكن الأكثر والأغلب الماكينة التي تأتي أحمر أزرق أحمر أزرق وبعدين يأتي معك اللي هو أصفر أسود بالترتيب عندما تطبع التست عندك أحمرين أزرقين أصفر أسود صح؟ هيك بيطلب معك ترتيب XP600 طبعاً أنا في حال نحكي ضرب معي مدخل واحد من الأحمر وواحد من الأزرق تمام؟ وأنا بدي أحكي أو نحكي فرضياً ضرب معي اثنين خطين الأحمر أو ضرب معي خطين الأزرق تمام؟ الخط الأسود والأصفر قليل ما يضرب هذول خطين بضربوا أكثر إشي فممكن أنا ألجأ أني ما أكب الهد واجيب الهد جديد وأمشي فيه كيف؟ أستطيع أن أشغل أربع خطوط فقط لغير أستطيع أن أشغل إذا لدي خطين هذا الضربين أو أي فوهتين ضربين أستطيع أن أشغل مثلاً هذول الضربين عندي أول اثنين يمين أستطيع أن أشغل أحمر أزرق أصفر أسود طبعاً يا أخوان أنتم عارفون الأحمر والأزرق هم أساس نحكي الطباعة في CMYK بينزلوا الأصفر والأسود هو عبارة عن ترتيب اللون وهو نحكي إكمال الألوان الموجودة عساسي يعطيك الألوان الصحيحة أو الألوان الطبعية الصحيحة للصورة فأول لونين رئيسيات اللي هو الماجنتا والسيان هذولا رئيسيات في الطباعة أول لونين حتى في طباعات الأوفست نحكي الماكينات الورقية طبعاً أكثر لونين قويات بيستهلكوا حبر اللي هو الأزرق والأحمر ماجنتا وسيان تمام يا أخوان الأصفر والأسود هو تكملة تكملة اللي هي الألوان تكملة اللي هي نحكي الصورة كاملة عشان تعطيك الألوان الصحيحة تمام طبعاً بيكون نحكي أقل من الأحمر والأزرق في الألوان أنا عشان أكمل هذا الموضوع وما أكب بالهد هذا ما أكبه تمام بشغل أربع فوهات بس طبعاً على المنتب بدي أزيد نسب الألوان اللي هو الماجنتا والسيان إذا عندي موجود بسوي عندي على المنتب اللي هو السيان 150% والماجنتا 150% وبخلي الأصفر والأسود 100% 100% فقط لغير طبعاً في ناس مخاففين الأسود يبقى 80% والأصفر يبقى 100% طبعاً حسب أنت نحكي معدل طبعتك على الماكينة أو أنت عيارك للماكينة بالنسبة للألوان تمام فنشغل أربع فوهات بس ضروري أنك تدقق على الموضوع هذا السيان والماجنتا يجب أن تزيد نسبتهم 50% يعني 100% يجب أن تغطير 150% أساساً أنه ينزل اللون يجب أن يسكر الألوان الصحيحة تمام؟ يجب أن ينزل 150% أزرق 150% أزرق 150% أحمر 100% أصفر وأسود تمام إخوان إذا شغلت أربع فوهات وأنا هيك ما بخسر الهد هيك ما بخسر الهد بعدل على المنتوب بالألوان وما بخسر الهد بشغل أربع فوهات وبقدر أطبع عليه بأربع فوهات عادل موضوع طبيعي جدا طبعاً أنا راح أقولكم كيف أنك تغير الألوان طبعاً بالسيتنج راح أسا أفرجه إياك ما بتقدر تغير مداخل الألوان حسب ما بدك تمام يا أخوان بس طبعاً أنا الأفضل الأفضل تاماً بحكي للناس نحكي الماكينة إذا أجتك معمولة أو نحكي الشركة عاميتها بالترتيب مجنتة سيان يلو بلاك خليها زي ما هي أنا نصيحة إلا إذا خرب معاك الهد إذا خرب معاك الهد وفي عندك مداخل بيغت تغيرها ما في مشكلة غيرها من السيتنج طبعاً أنا هسا أفرجيكم كيف تغيروا عفوا كيف تغيروا من السيتن اللي هو مداخل الألوان وتلغوا مداخل الألوان خليكم معي طبعاً يا أخوان إذا بتلاحظوا إحنا منفتع على اللي هو نحكي السيستم تبع الXB600 تمام منعمل Connect حلو منفوت على Enter Defined Setup ومنحط الباسورد اللي هو 1 6 7 5 3 Enter Password مرة ثانية أعطيكم 1 6 7 5 3 ومنحط نعم طبعاً يا أخوان هذه Advanced لا تقربوا عليها نهائياً نحن Voltage Adjust أيضاً خلوها زي ما هي لأن هذا Adjust تبع هو Voltage تبع الشركة وهذا رقم Serial تبع البوند تبع الشركة اللي هو Type Load منسميه اللي هو Motherboard Type Load تمام يا أخوان هذا ولا ما بتقرب عليهم نهائياً لا تصيبهم نيجي لكلر شوفوا كيف تصفيته اللي هو مجنته مجنته سيان سيان يلو بلاك تقدر تقدر تلغي هذا الحكي وانت تحط مثلاً الأول سيان عفوا إبلاك زي ما هو وتخلي اليالو زي ما هو وتحط سيان وتحط مجنته وتلغي الثنين الباقيات بشغل عندك نحكي اللي هو أربع خطوط تمام يا أخوان بشغل عندك الأربع خطوط بدك تلغي لون لازم تحط سفر تعين اللي هو السفر تلغي لون لازم يتعين محل فراغ الفراغ لازم تعينه بأشي بتحط سفر محل اللون فتشغل أول أربع ألوان وهيك انت تستفيد من الهد انه ما يقصر معك الهد فقط لغير هنا لا تلعب أي شيء ثاني لا تلعب أي شيء تغير الهد بالطريقة فقط لغير تشتل نهائيا فقط تغير وتحدد مداخل وإذا تغير الأخوان لكي أعطيكم شغلة ثانية إذا تغير الألوان أو نحكي مخارج الألوان تغير ها بالطريقة هذه أنا قلت تغير تقدر تغير تقدر تضع الأحمر أول شيء وبعدين السيان وبعدين تقدر أنت تغير المداخل اللي بدك من هون ما في أي هذا سيتنج نحكي البورد اللي هو الفولتج تبع الماكينة تقدر تغير هذا الكلام هذا سيتنج اللي يعطي أوردر للبورد إنها تغير مطارح الألوان تمام يا أخوان طبعا هنا الفولتج تايب أو أعطصيبوني هذا الفولتج طيب أعطصيبوني لأنه هذه ما أخذ نحكي ال كود أو نحكي لا تتغير هي تمام تشغل الرقم بروحها أنت لا تصيدها أنت تعمل على موضوع الألوان اللي هو الكلر لا غير فقط لا غير تغير المطارح التي تريد ويضبط معك الحال ومئة في المئة تمام إخوان أنت تكون حلية مشكلة الهيد وما تكبو وإن شاء الله تمشي معك الأمور وتسلك حالك إذا كنت مقطوع أو لا تستطيع تجلب هيد ثاني فتمشي حالك بالطريقة تغير المخارج المداخل تأثير الألوان على الهيد ويمشي معك الحال 100% بإذن الله طبعا لا تنسونا بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجلس واللايك للفيديو وإن شاء الله نشوفكم بحلقة ثانية بإذن الله ولا تنسونا من صالح الدعاء ودعم كل القناة هو أكبر نجاحنا بإذن الله تعالى نشوفكم حقا ثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته